طبعاً لعلكم استمعتم للأخبار أن تبون موجود في إيطاليا منذ أمس وكان اليوم في زيارة إلى الرسمية بدأت وحتى الطليان لكي يضخموا بعثوا طائرتين من السلاح الجو يرافقون الطائرة لأن الناس علقت كثيراً على استقباله في تركيا كان استقبال باهت جداً في البداية على الأقل لكن اليوم كان متظاهرين جزائريين في روما ورفعوا شعارات الحرك لأن كما تعرفون الحرك الآن مضروف في الجزائر معتقلين بالمئات مفيش مش مسموح لأي مظاهرة تحت أي ظرف فالناس ذهبوا إلى روما بعض الشباب الحراكي وحتى وصلوا أن ضربوه بالبيض ورفعوا شعارات مدوية خاصة شعار شهير جداً وهو تبون مزور جابوه العسكر مكاش الشرعية دونه مفهوم حتى بالعربية الفصحة الشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية طبعاً البوليس الإيطالي اعتقل بعض المتظاهرين والآن أخبروني بأنهم قالوا بأنهم سأطلقوا صراحهم لكن قالوا بأنهم سيعودون بهم أو يجب أن يعودوا في فترة لاحقة لمحاكمة لأنهم استعملوا رمي البيض إلى آخره بالنسبة للشباب لم يهموا هذا لأنه بالنسبة إليهم أهم شيء هو أن تصل صرخة الجزائريين اللي اليوم قمع شديد في الداخل بالمناسبة لدينا أيضاً الآن مثل مصر صحيح ليس العداد مثل مصر لكن فيه ناس بيموتوا داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي فيه ناس يفقدوا بصرهم أو يفقدوا حتى اللي فقد عقلوا داخل السجون نتيجة الأوضاع المزرية الغريف الأمر أني أستمع قبل قليل بأن تبون يقول بأنه سيربط الجزائر بأوروبا وسيصدر الكهرباء لأوروبا في الصيف كل صيف هناك نقص شديد تخطع الكهرباء عن الناس وتنقطع الكهرباء عن الناس مش فقط في المدن الداخلية أو في المدن الجنوب حيث الحرار الشديدة ولكن حتى في المدن الكبرى حتى في العاصمة يتحدث عن تصدير الكهرباء إلى أوروبا ونحن نعيش هنا وأنتم تعرفون أنها لا تنقطع أبداً الكهرباء في بريطانيا مثلاً لا تنقطع أبداً يريد تصدير أو القول بأن الجزائر ستقوم بتصدير الكهرباء في حين أن البلاد تحتاج إلى الكهرباء وخاصة في فترات الصيف يعدهم بشغلة معقولة يعدهم بتمر بشغلة كهرباء عاد هو كهرباء ما عنده مرة واحدة ونقص رهيب لا ممكن أي دولة عربية ممكن يعطوا ثرواتهم التي يحتاجونها يعطوها للآخرين لأنه هي هذه أزمة الأنظمة غير الديمقراطية أنه هو يطلب الحماية من الخارج فهو مستعد يضحي بثروات بلده وبحاجات أبناء بلده من أجل إرضاء الغرب أملاً في أن يحصل بأخي فيه فيه ثورة ثورة تغلية أكثر من أربعين في المياه ما عندهم غاز المدينة ما عندنا بلد غازية ويمر الغاز لإسبانيا ولإيطاليا على قرى وعلى مدن أحيانا أحيانا ليس فيها غاز ما عندهم غاز ما فيش غاز يعني المنطقة بل من قلب الغاز حاسر رمل حاسر رمل هذه هي مدينة صغيرة هي قلب الغاز الجزائري وهي أكبر حق الغاز في إفريقيا بجوارها قرى ما فيش غاز ويمر عليهم الغاز تماماً هناك قضية السلاح طبعاً أنت أشرت لي السلاح الكبير التي تشتريه مصر والجزائر أيضاً جزائر حسب معهد ستوك هولم 147 مليار دولار في العشرين سنة الأخيرة أستاذ محمد أكبر عشر مشترين للأسلحة في العالم منهم تلت دول عربية ما فيش الغازة ترجمة نانسي قنقر